بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد يتكلم عليه استخدام البابميد إفيدنتلي شو معناها إفيدنتلي؟ معناها استعمال البابميد للبحث عن أوراق بحثية الدليل العلمي فيها عالي جداً زي ستمتك ريفيوز والميتا أناليسيز والكلينيكل ترايلز والحاجات هذه اللي هي تعتبر في قمة الهرم متاع الدليل العلمي بحيث أننا لما نقرى الورقة التوجيه اللي فاها والنتائج اللي فاها أغلب الظن هي الأصح وهي اللي فعلاً ممكن نتخذها ككلينيكل براكتس فالإفيدنتس بايز ميزن مهمتها أن نتحول لي البحث كنتيجة إلى البراكتس بخلاف الأوراق البحثية اللي هي تعتبر تجربة بسيطة ممكن لو عاودها حد تاني تعطيه نتائج مختلفة فلو كان جينا شوفنا له الهرم هذا اللي هو يتكلم عليه الجودة الدليل تمام جودة الدليل هذا يبدأ أقل ما يكون وعبارة عن أبينيون عبارة عن باكراوند انفرميشنز حاجة زي هذه وبعدين يبدأ يتصعد في القوة وفي الجودة ماشي ابتداء من كيس ريبورت كيس سيريس كوهورت ستاديز نون راندمايز بعدين راندمايز ترايلز وبعدين يبدأ يوصل لي الكريتكل أبريزل لترشير ماشي إفيدنس بايز براكتس غايدلاين وفي القمة في قمة الهرم الميتا أناليسيز يعتبر هذا الهرم مهم جدا جدا للأطباء بحيث أنهم يتبعوا مثلا استعمال دواء معين بطريقة معينة ممكن يتغير ممكن ينعطى في الأول بطريقة وبعدين بعد ترايلز بعد تتغير الفكرة حول الاستعمال هذا ويتم توجيه الأطباء أو تم توجيه استعمال الدواء هذا بطريقة معينة فمهم جدا جدا أنك تبحث عليه الأدوية والدوزج والحاجات هذه في القسم هذا من بابميد اللي هو الكلينيكل كويريز ممتاز الآن وين نمشي باش نوصل للكلينيكل كويريز تمام في البابميد هومبيج تنزل لقطة شوية حتلقى هنا في الفايند هنا حاجة اسمها كلينيكل كويريز فلو دخلنا علىها حنلقوا المنظر الجديد هدايا أو الشكل الجديد أو الواجهة الجديدة هذه الواجهة هذه اسمها بابميد كلينيكل كويريز ما هيش البابميد العادية في حقيقة الواجهة هذه هي عبارة عن بحث بابميد عادي بالإضافة إلى تخصيص بعض الفيلترز اللي احنا تكلمنا عليهم في الفيديوهات السابقة بحيث أن الأبحاث اللي تطلع لك أو النتائج الأوراق اللي تطلع لك هي فقط اللي متعلقة بالكليينيكل ستاديز والميتا أناليسس والسيستمات كريفيوز وهكذا تمام فهي نفس الفكرة لكن بالإضافة إلى فلترز معينة ممتاز فإحنا هنا لو بحثنا مثلا على شي تكلم مثلا على ديابيتس بها هي طايب 2 ديابيتس خلي نقوله هنا طايب 2 ديابيتس ودرنا سيرش الكليينيكل ستاديز اللي حتطلع لي تمام حوالي 78 ألف 78 ألف نتيجة من نتائج بابمد اللي هي منفلترة باش تكون يأما كليينيكل يأما كليينيكل ترايلز يأما سيستمات كريفيوز يأما ميتا أناليسس تمام طبعا الفلترز اللي هنين موجودات نقدر نغيرهم أنت تتكلم عليه الثرابي بتاعها تايب 2 ديابيتس أو تتكلم عليه قايدز بخصوص الكليينيكل بريديكشن أو تتكلم على دياجنوزس أو تتكلم على اتيولوجي أو تتكلم على البروغنوز عشان تتكلم مش نتبي أنت بالزبط في الموضوع هذا النتائج اللي طلعت لك الآن هي نتائج تتكلم عليه الثرابي تمام وبرود يعني نبي الأمور تكلم على الدياجنوزس عطيني هنا 57 ألف نتيجة طبعا هذا عدد يعتبر كبير نقدر ندير هنا بحيث أن نقلل العدد هذا والتقليل هنا شم معناها معناها أن الفلترز اللي اللي مستخدمينها الآن هي أدق أو تتكلم بشكل محدد عليه النتائج أو تخلي في النتائج محددة بشكل أكبر تمام هنا نقدر نضيق البحث هنا بحيث أن نخل البحث أدق لأن تايب 2 دايبيتس كلمة عامة جدا الموضوع يعني كبير جدا يعني مبحث عليه بشكل كبير جدا فنقدر ندير مثلا هنا نرد هذه الثرابي وندير مثلا تايب 2 دايبيتس and مثلا olive oil مثلا ونشوف النتائج اللي حتطلع عنا بخصوص type 2 دايبيتس واستخدام olive oil في clinical trials مثلا مثلا بحث هذا اللي تكلم عليه استخدام extra virgin olive oil في الناس أو الادلت at risk of type 2 دايبيتس وهذه راندميز controlled crossover trial تمام نوع من أنواع ال clinical trials ماشي هتلقى أنه في أكتر من شي يتكلم عليه نفس الموضوع تمام نقدر احنا من النتائج لأبحاث هذه ندير see all results ونمش ل bob mid هنش ندار الان هنه رفعنا ل bob mid اللي احنا اتكلمنا عليه المعروف ماشي من هنه نقدر نستخدم بعض الفلتر زي مثلا ان نحدد سنوات محددة أو معينة تمام نتضيق النتائج هنا ماشي تمام ونقدر حتى نضيف بعض الاشياء هنا بحد ان نخلي كلمة مثلا all foil فالتائل أو غير يعني ماشي هدي هدي واحدة من المثال ناخد مثال ثاني نمش ل clinical trials مرة ثانية ومثلا هنا في الحال هدي نختار covid-19 ماشي هم ضيفين الآن أهمية الموضوع طبعا تمام ون مثلا نديره هنا prevention ونديره هنا vaccination تمام طبعا ال trials وال وال الابحات حول الموضوع واسعة جدا فالنتائج حوالي 16 الف تتكلم عليه الموضوع هذا هنا نستفيد من الفلترز هنا بحيط ان البحث متاعي يكون محدد مثلا نبي ندور عليه الموضوع ميتا اناليسس تمام فقط من الفلترز من هنا ماشي اللي هو طبعا هطلعن 79 result بس هذا أقوى ما يمكن إيجاده يعني في النتائج ونبي ندير additional filters نبي نضيف عمر اللي هم الأطفال من الولادة إلى 18 سنة ندير شو وندير على هذا هنا يطلع لي شي محدد جدا اللي هو 17 ورقة ماشي تتكلم عليه للأطفال اللي عمرهم قل من 18 سنة والأوراق هادي كلها عبارة عن meta analysis فهذا يعتبر طريقة ممتازة جدا أنك تبحث على شي عالي الدليل تمام ومحدد محدد الاستخدام وهذا مفيد جدا جدا للأطباء اللي يعني يتبعوا مثلا في استعمال دواء معين أو مثلا يتبعوا في حاجة زي هادي مثلا الفاكسينيشن وغيرها يعني تعتبر الطريقة هادي ممتازة جدا للإفيدنس بيزد ميدسن ان شاء الله إحنا البحث في بابميد هنا يعتبر انتهي بالفيديو هذا الفيديوهات القادمة بعون الله حتتكلم عليه مواضيع عامة أكتر بخصوص استخدام القواعدة البينات الأخرى بداية في الإفيدنس بيزد زي كوكرين وزي الإمبيز وزي مثلا حتى الجوجل سكولر والمقارنة بيناتهم وبعض المعلومات اللي ما تتكلم عليه الأبحاث في ليبيا الموجودة في البابميد الجورنلز وبعض الأشياء الأخرى بعون الله دعال